اشتركوا في القناة سببات الخسارة رح تكون وحدة شو قصة الخسارة ليا واليوم ضمن مساحتنا الصباحية رح نتوقف مع الدكتور محمد أنيسش شكل إخصائي بمجال علاج الأسنان وتجميلها ورح نحكي عن الحل يلي أصبح متاح مع التطورات الكبيرة بهالمجال زراعة الأسنان وآخر ما تم توصل له هو محور حديثنا اليوم معك دكتور ساعة صباحك هلو سهلا فيك صباح الخير دكتور صباح النوم بالبداية يمكن ذكرنا يمكن بعض مشاكل الأسنان يلي بتأدي إلى سقوطة أو إلى فقدانة من الفم خلينا نحكي عن أبرز المشاكل يلي بتأدي إلى هيدا الشيء أبرز المشاكل اللي بتأدي لخسارة الأسنان صراحة هي أو بشكل عام يعني بمجتمعاتنا هي إهمال المرضى يعني وصول الأسنان لمرحلة متقدمة من النخور السنية أو تهدم البنية السنية بعيدا طبعا عن الأسباب الثانية اللي هي ممكن تكون أسباب جسدية مثل أمراض السكري اللي بتعمل تخيل خلات بالأسنان أو بعض العالم اللي عندهم نقص مناعة أو موضوع هشاشة العظام بشكل عام ممكن يكون فيها شاشة بعظام الفك بس بشكل عام السبب الرئيسي دائما لخسارة الأسنان هو النخور السنية اللي بتتطور لتوصل لمرحلة نحنا بصير في عنا تهدم كبير بالنصر السنية نتيجة إهمال المريض أو بنتيجة معينة ممكن نخسر نصر سنية كبيرة فبيأدي هذا الشيء لخسارة الأسنان لقل الأسنان للأسف تماما دكتور زراعة الأسنان اليوم محور حديثنا أمتى من الجاء لزراعة السن؟ أي حالة فيها فقدان للأسنان طبعا نحنا نحكي بعمر فوق الـ 18 سنة يعني العمر اللي اكتمل نمو عظام الفكين نحنا من المفضل أن المريض يسجأ لزراعة الأسنان ليش؟ لأنه سابقا كان التعويض عن أي فقد سني بيصير بالجسور الجسر اللي هو نحنا نضطر لنبرد سن قبل الفقد وسن بعد الفقد لجأوا لموضوع الزراعات السنية لحتى نحنا نخفف خسارة النصر السنية فنحنا نحط زراعة مكان هذا الفقد ونعوض على فوق الزراع فورا مباشرة بدون ما نداخل على أسنان سليمة بس دكتوري ممكن كثير من الناس هي ما عندها الأدرة المادية أن هي تزرع أسنان هل في تقنيات أو تطورات جديدة هيك وأقل تكلفة ممكن تعوض عن خسارة السن؟ هلأ المشكلة بدنا نرجع للتقنيات القديمة اللي هي تقنية الجسور وفعليا إذا ما نفكر الموضوع أو إذا بيفكر المريض لقدام بالموضوع زراعة الأسنان ما تتقدر بتمان أنا معك أنه هي تكلفة باهظة أكيد تحديدا هلأ بالأوضاع الاقتصادية اللي عم تمر فيها البلد بس بالنهاية نحنا عم نحكي عن تعويض عن سن وبشكل كتير مريح للمريض وبشكل أخف ضرر على باقي الأسنان فهي فعليا يعني كتكلفة مادية أدما كانت باهظة مو مثل نتيجتها أو ما بتعب بالضاهي نتيجتها بس بالنهاية يعني للأسفية فعلا شوي تكلفت عالي دكتور يعني زراعة الأسنان صار مجالة واسع بسوريا لكن شو التطورات اللي حصلت عليها بهذا المجال هلأ بشكل عام طب الأسنان كله بسوريا صار كتير متطور يعني زراعة الأسنان دخلت سوريا تقريبا بالتسعينات أو ببداية الألفية التانية بداية الألفينات طبعا صار تطور كتير كبير يعني نحن صار عنا زراعة أسنان فورية صار عنا زراعة أسنان بدون جراحة صار فيه تطور حتى كمجال علمي بزراعة الأسنان بوجود مجلس زراعة الأسنان مجلس البورد بزراعة الأسنان وجود ممثل أو سفير لزراعة الأسنان عالميا وكمان نهاية ببداية أو اللي حيصير قريبا إن شاء الله سنة جاي هو تخرج أول دفع من المركز البورد السوري تحت مسمى أو تحت اختصاص زراعة الأسنان بشكل دقيق حلو. طيب دكتور إذا يمكن هرد السن أو الدرس وما تم استبداله بشيء أهم المكان وظل فارغ خلينا نحكي عن المضاعفات اللي تأدي هلأ هون أكبر مضاعفات بتأدي لصعوبات بزراعة الأسنان إنه المريض بصير عنده قلع بيترك هذا القلع سنة أو اثنين أو ثلاثة أو لهو هذا الشيء بيؤدي لخسارة عظمية كبيرة يعني إحنا عندما يكون السن موجود بالنسج للعظمية أو بعظم الفك بيكون في تروية دموية. التروية الدموية بتمنع عظم الفك إنه يمتص أو يصير فيه امتصاص خسارة هذا السن أو قلع هذا السن وعدم وجود تروية دموية بسبب قلع هذا السن أو خسارته لحتخليه يصير بداية خسارة عظم أو امتصاص عظم. فبعد فترة المريض يصبح الزرع بتخف يعني إحنا كل مكان الزرع أسرع بعد القلع كل مكان أحسان عشان المريض يتجنب إنه يحتاج طعوم عظمية أو تكون العملية الزرع أصعب أو يكون الشفاء حتى فترة الشفاء أصعب. يعني مثل ما بتعرفين إحنا بعدما نخط الزرع الزرع هي مرحلتين. مرحلة وضع الزرع ومرحلة التعويض فوق الزرع. في بيناتهم بالوضع الزرع الطبيعي ثلاث لستة شهور. أما إذا كان في خسارة عظمية أو في ضعوم عظمية ممكن تكون من ستة شهور للسنة. فهذا الشي بأخر. زراعة عظم إذا صار هيك؟ طبعاً أكيد. في تطور كبير. يعني بمجالات أخرى دايماً الأهمال هو كمان بشكل كتير كبير العالم تهمل شوي موضوع السنن. صحيح صحيح. بس يجعه بتصير بتركه دركض لعام الدكتور. تماماً هو الفوبيا من عيادة الأسنان أو من طبيب الأسنان بشكل عام معلشة الأسنان هي اللي بتخلينا نوصل لهذه المراحل. وبشكل عام إنه يعني أمراض الأسنان هي أمراض صامتة لتوصل للمرحلة الكبيرة ليصير فيها ألم كبيرة وبتكون الدهورة للأسنان. تماماً لكن دكتور ذكرت لنا إنه الإهمال هو من أحد الأسباب يلي ممكن تكون فيها أمور مستعصية من ناحية الزرع. شو كمان فيه ممكن أمور تانية تساهم بممكن زراعة غير مناسبة أو فيها شوية صعوبات؟ حلق بشكل عام الصعوبات اللي بتواجهنا بزراعة الأسنان للفكرة اللي حكيناها أول شيء من شوي هي خسارة العظم. يعني تأخر المريض بزرع الأسنان. لازم نحن نعرف إنه بأي مكان بدنا نحط فيه زرعة سنية بدأ يكون عندنا كسافة عظمية وارتفاع عظمي مناسب. هذه المشكلة الكبيرة. فهي واحدة من أهم الأسباب. بالفك العلوي ممكن يواجهنا انخفاض بالجيب الفكي. فنحن بنحاول نكون بعد كرمال ما نسقه بالجيب الفكي. المرضى اللي عندهم سكري غير مضبوط يعني بتجاوز الميتين أو أكتر كمان. هدول بيكون عندهم نزف وعدم تخسر بالدم. فهدول بيكون كتير صعب زراعة الأسنان عندهم. إلا طبعا باستشارة طبيبهم بالتنسيق مع طبيبهم. المرضى اللي عندهم سوق مناعة. اللي عندهم جفاف لعاب. اللي عندهم شبكات قلبية أو أمراض قلبية. في كتير حالات للأسف فيها استعصاء بزراعة الأسنان. بس الحمد لله أنه ما عد في شيء ما له حل طالما خطة العلاج السليمة والتشغيل السليم. نعم. طب دكتور ما بعد عملية زراعة الأسنان عم يكون في مضاعفات سلبية ما بعد الزرع. هلأ المضاعفات نحن أول شيء لازم نحط المريض بصورة أنه نحن نسبة زراع أو نجاح زراعة الأسنان صارت. بسوريا وبالعالم هي تقريباً بين خمسة وتسعين اثمان وتسعين بالمئة. نحن من كل عشر زرعات ممكن تفشل زرعة واحدة. بس دائماً لازم نحط مريضنا بصورة أنه الفشل موجود. هي شغلة. شغلة. ممكن إذا صار فشل دكتور عفواً تم زراعته مرة تانية. لا مو نفس الزرعة. بس دائماً نحن اي مريض بصير عنده فشل بقية زرعة لا سمح الله. طبيبي بيتكفل بأنه يحط له زرعة تانية بشكل مجاني. بس أكيد مو نفس الزرعة لأن الزرعة هذي خلاص تعرضت لوسط خارجي. بس هو السبب أنه ما تكون منيحة زرعة؟ هي مو الزرعة الممنحة. أسباب الفشل أحيانية ممكن الجسم ما يكون بمرحلة تماماً يتقبل هاي الزرعة. ممكن يسر انتان بسبب تدخين لأي سبب ممكن يعمل المريض. يعني في أسباب ممكن تكون طبية بصراحة على الطبيب. يعني بقلب العمل الجراحي. وفي أسباب ممكن يسبب على المريض. نعم. في إجراءات لازم يتبع الشخص بعد إجراءه لزرعة؟ أكيد. هلأ نحن نتعامل مع زراعة الأسنام مثل مثل أي جراحة. يعني المريض المدخن بدأ يوقف تدخين لفترة على الأقل هي 72 ساعة. مثل ما كنا عم نحكي قبل شوية المضاعفات هي اللي بتصير هي مضاعفات أي عمل جراحي. هي وزمة ألم بسيط انتفاخ. يعني هو نفس الوزمة. وممكن نصير شوية التهاب بالمنطقة. بس بوجود أو بالالتزام بالتعليمات اللي بيعطيها الطبيب. وبالأدوية اللي بيوصفه الطبيب. يعني فعليا بيكون هو مجرد ازعاج مؤكتر. إن شاء الله ما حدا يوصل لمرحلة زراعة الأسنام. نحنا كتير بنا تشكرك دكتور على كل المعلومات اللي قدمت لنا يا هام. شكرا لوجودك دكتور معنا. أما هلأ مشاهدينا وقريج مشوارنا الصباحي لليوم وصل لنهايته. أكيد نتمنى لكم بأية نهار ممتع كله أمل ومحبة وعطاء برفقة أكيد عين الإخبارية السورية اللي هي دايما عم ترصد الحدث وهي دائما عين على الواقع وأكيد تحيتنا بالخطام لكل جندي سوري بكرة موعدنا من نفس الوقت. شكرا لحسن المتابعة. باي باي. شكرا أريز. ليا يعني لأي مواضيع دايما منذكر مشاهدينا بيحبوا يشاركونا فيها. فيكن تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. ودايما نحضرونا بالإعادة الساعة واحدة ليلا. وبتجدد معكم اللقاء كل يوم الساعة تسعة الصباح. وبنهاية هالأسبوع نتمنى لكم العطلة الأسبوعية. كل راحة وسلام. باي باي. باي. اشتركوا في القناة